لو انت عملت المعصية اهوا من اللي انت تتحايل علشان تقع في المعصية سبع حيال محرمة يتوصل بها الكثير الى المعاصي والمحرمات بسم الله الرحمن الرحيم معاكم دكتور احمد راجل فيديو جديد اول حاجة السلفة يقول لك ايه بدل ما سلفك الف جنيه فاخدهم الف ومتين شوف يا عم انت عايز اشتري ايه وانا اجيبه لك فانت قول له عايز اشتري موبايل فهو يشتري لك الموبايل وروح للراجل يقول له خلاص انا اديه اللي هو عايزه اخد الالف جنيه يا فلال بقى انت اخدت الموبايل خلاص اديه لي بقى ايه الف ومتين ده تحايل على الربا انما المعاملة تبقى صحيحة امتى لما اللي انا روح اشتري الموبايل وتملكه وانقله الى مكاني وتكون انت بس مجرد وعد بالشراء تقول لانت لو اشتريته لي انا حبقى اشتري منك بزيادة وعد فقط مفيش الزام من اي نوع وما حطش عليه غرامات تاخير الاربع شروط دي لا متوفرة تبقى مباحة انما اقول لك خده من غير ما تملكه وقال انقله عندي وقال لك خده من المحل ويبقى انت كده انا محتاج منك الف ومتين هذا تحايل على الربا بالاتفاق اتنين اكل الحرام يعني فينان سيقول لك انا بشرفش سجاير من السجاير حرام لكن يبيع السجاير انه على السلام قال ان الله او لعن الله اليهود لما حرم الله عليهم شحوم الميتة اللي هما يكلوها يعني اذابوها ثم باعوها فاكلوا ثمنها قال لك احنا ما كناش شحوم ميتة احنا كنافة وقطايف وحاجات حلوة ايو بس من المال الحرام بتاع اكل بتاع شحوم الميتة كذلك انت واقع ما بتشعر سجاير بس انت بتبيع سجاير ايو نعم جبت بقى وطا وخيار وكلتها لكن انت كلتها بالمال الحرام فده تحايل تلاتة المحلل والمحلل له ان واحد يطلع مراته ثلاث مرات في جيبه واحد عشان يتجاوز مراته وبعد كده يطلع عشان تحلله النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المحلل والمحلل له يعني ده من كبار يزروب لو انت عملت حاجة كده ده تحايل على شرع ربنا انما لو هو تجاوزها بدون ما وطلعها بدون اي ترتيب فانت ترجع لك تاني ماشي اربع واحد عايز يفطر في رمضان وقفلت معاه لازم بالجماعة عايزه يجامع زوجته فقال لي خلاص انا لو كلت علي قضاء يوم انما لو جامعت عليك كفارة ستين يعني طعم سيوم شهرين متابعين فيهم عني طب يأكل الاول وبعد كده يجامع نقول له لا مدام كان نياتك الجماع عليك الكفار ده نوع من التحايل خمسة واحد ممكن يقول لك رمضان جاي في وقت حر انا حسافر يقول للمسافر يباح له الافطار فاتحايل لا لو مسافر مخصوص لاسقاط الصوم هذا التحايل لا يجوز ولا يجوز لك الافطار ستة انه يحلف يقول لك والله انا ما اخد منك حاجة وبعد كده عايز يرجع يقول لك طب ايه طب اديه لي فلان وفلان يديه لي يبقى انا كده ايه ما واشي لا انت مدام نيتك ما يسلقش من الشخص ده حاجة يبقى حتى لو اديتها عن طريق فلان وفلان ده لا يجوز ده تحايل سبعة واحد ممكن يسلفك بس يقول لك يا بص انا لو شغلت الفلوس دي كانت طلعت لعشرين في المية ارباح فانا حدي لك السول سولفة واقار ده حسن بس لو سمحت عوضني بالارباح دي اللي انا كنت اخدها نتيجة الوقت اللي انت استلفته فيه طبعا ده ربا صريح ولا يجوز وتحايل على شرق الله دعم الفيديو وبشير واللعيك ومن شارك في القناة شوف كل مرة الجاة والسلام عليكم